السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه? احنا النهاردة هنعمل وصفة حلوة قوي وخفيفة كده. هنعمل البتزا. بس هنعمله بطيل ودقيق بقى. هنعمل خمس صواني كده حلوين. وهقول لكم ايه نوع المتزرلة اللي تستخدموه اللي هيديكو المطة وهيديكو طعم البتزا زي بتاكلوها في المطاعم وفي المحلات. وايه سر المطة بتاعتهم وايه سر البتزا بتطلع معاهم هشة وخفيفة ورفيعة في نفس الوقت وطرية وبتستوي بسرعة. تعالوا اقول لكم الوصفة بالضبط والمقادر ايه? انا معايا كيلو دقيق. تمام عامل خمس كبات من كبات الشاي اللي انتم شفتوها في اول الفيديو. وعندي خميرة فورية. انا عشان اختبر الخميرة فورية اشوفها حلوة ولا لأ بجيب كباية كبيرة وحط فيها ربع كبات مية دافية اللي هي قرب الفترة. ومعلقة سكر ومعلقة دقيق وبقلبهم وبغطيهم بحاجة. تمام? بعد كده هاجي على البولة اللي فيها خمس كبات دقيق. وبضيف آآ حوالي زبدياية مع معلقة آآ سكر مع نص معلقة ملح مع خمس معالق مايونيز. نقول تاني كباية زبادي مع مع معلقة سكر مع نص معلقة ملح مع خمس معالق مايونيز. واربع معالق من اللبن البودرة. اربع معالق من اللبن البودرة. تمام? هنضيف المكونات دي كلها. بعد كده هاجي ربع معلقة البيكنج بودر اللي هو خمير الكيك. هضيف ربع معلقة من البيكنج بودر بس عشان تديني هشاشان. آآ تبقى طرية وحلوة كده. تمام? بعد كده خلاص الخميرة قرب ما تبقى. انا عايزة كباية طويلة. آآ اعمل فيها تجربة الخميرة الفورية. فخلاص الكباية تملت على اخرها. وطلعت الخميرة معي نكحة. وعليت خالص بقوم مفضيها. وافضل اعجل لازم يا جماعة البتزا تتعمل لازم تتعجن كويس. تفضل اتضرابي فيها كده. يا سلام بقى لو انت متخنقى مع حد وعايزة تطلع الطاقة الصليبية دي خش يعملي بتزا وافضل اتضرابي اعجني في البتزا وتخيلي الشخص اللي انت عايزة تطلع في طاقتك ده. يا سلام بجد. افضل اتضرابي وعجني فيها كده. طلع عيني العجينة. كل ما تطلع عينها اكتر. كل ما بتبقى طعمها احلى. وجميلة. وبجد بعد ما تعجنوها كده خلص كلها. وكمان لازم ما تتزاقش في ايديكو. يعني لازم العجينة تبقى ملمسها حلو وطرية في ايديكو كده. خلاص ما لزقتش معي. دي كده العجينة خلاص انا مش هزود لها سويل تاني. لكن لو لزقت في ايدي بزود لها بالمعلقة. معلقة دقيق. لكن لو تلعت نشفة معي قوي بزود لها برضو بالمعلقة مية دافية. تمام? فخلاص انا لفتها بورق عشان اسيبها تخمر براحتها والجوة حر طبعا هتخمر بسرعة. بقوم مجهزة بقى اه بل ما تخمر. ايه الصلصة بتاعتي بحط ما في طوصة معلقة زيت على معلقة صلصة من الصلصة المعلبة مع تلات معالق من العسل الاسود او العسل الابيض او السكر وربع معلقة زعتر او شعرية زعتر عشان الزعتر في ناس ما بتدقيق من طعمه لو شديد. بس اهم حاجة دي الزعتر. وربع او نص معلقة من آآ البصل البودر. تمام? وربع معلقة ملح وبردو نص معلقة سكر كده. عشان الصلصة محلوينة معيه وحلوة. وبثبها على النور مع التقليب. آآ يعني ايه? تسخن بس عشان آآ الخلطة بتاعتي تزبط معايا. وبكون مولاة على الفرن على درجة حرارة ميتين واربعين لازم الفرن يبقى سخنة اوي معايا. تمام? والعجينة كده خلاص انا مش هقدر ازبر عليها اكتر من كده بصراحة. هي كفية عليها كده لكن انا لو سبتها اكتر من كده بتبقى تحفى وبتعلى اكتر كمان يعني خلاص اما ده من نكحة معايا وبصوه هشة وطرية. فبجيب الصانية بتاعتي انا قدت لكم كيس دقيق اللي هو كيلو بيعمل اكتر من خمس صواني. تمام? بصوا طريقة ازاي انا مش هحتاج ناش شابة ولا هحتاج اي حاجة او بفردها بايدي بتمط معايا وبتروح وتيجي ورهيبة وجميلة جدا وهشة وثلثة معايا. يعني انا ممكن اعمل بيها سينابون ممكن اعمل بيها قرص ممكن اعمل بيها اي حاجة اعمل بيها اي حاجة زنجينكها جدا وبتهش وجميلة وطرية. بس انا عشان عايزة بيتزا بقى فها رفعها خالص. هفضل افرد فيها كده. لحد ما ترفع معي. انا عايزة رفعها عشان كمان هيها تخمر. هسيبها قبل ما ادخلها الفرن. تعلى شوية كمان. آآ مش هدخلها الفرن على طول. لازم اسيبها ترتاح في الصناية الاول بعد كده ادخلها. ولازم درجة الحرارة تبقى امتين واربعين. تمام? هفضل افردها. ولازم اكون طبعا مغلفة الصناية مادام الامونيا. لازم اكون مغلفها بمعلاقة زيت بالفرشة كده. وافردها كويس من على الحروف. هي طبعا بتمط معي. هفضل افرد افرد بايدي عادي. خلاص. بعد ما فردتها كده والصمك اللي انا عايزة. انا عايزة الصمك الفية. متنسوش ان هي يعني هي اعملها رفعها عشان هي لسه هتخمر فهتعلق سنة. مش هتعلق اللي على وين يعني اللي هو بتاع الكيك لا. اللي هي هتعلق سنة. فانا رفعتها خالص عشان انا عايزها تبقى رفعها سنة معي. وتبقى حلوة. آآ وخلاص انا فردتها. وانا قلت لكم خلاص الصلصة جهزت معي. انا سبتها بس تاخد يعني تسخن شوية. وهفردها. تبقى جميلة. بديل على فكرة الصلصة دي لو عايز انتو اضيفوا يعني بدل الصلصة دي عادي ده حسب رغبتكم. في نيس طبعا مستغربة ان انا حطيت خمس معلقة من المايونيز. المايونيز ده جماعة. حلو جدا بيساعد على هشاشان العجينة وبيطلعها نكحة. مهما تكون ما تقبوش بقى ان العجينة تسقط معيكو لأ. نكحة جدا. وكمان بلاش نضيف في العجينة زيت. هي الزيت بس بالدهن بيتغلب بالصانية فقط لغير. تمام? وانا اه طبعا انا عايز اعملها ماربريتا. اه فمقطع تماطم معادي وفلفل وزاتون. بس وهجيب بقى اللي هو اه كيس المزرلة بتاعي اللي ما قدرشش يستغنى عنه بجد انا يعني استخدمت. اه انواع جبن كتيرة جدا في المزرلة دي. وبجد ما نكحيتش معي وطعمها جميل. وتحسوا ان هي طعم عامل زي طعم الجبن القريش في نفس الوقت. حلوة قوي ومش حدقة وجميلة. اه المزرلة الويدين. بصراحة فظيعة. مطتها رهيبة. وجميلة جدا ورخيصة. يعني كيس بخمسين جنيه وكيلو. بيقض كتير جدا. حلوة. انا ما بقدرش يستغنى عن النوع ده. من المزرلة. حلوة جدا. وبيديني المطة اللي انا عايزها بتاعت المحلات. ورخيصة. سعرها مناسب جدا. غير يعني فيه انواع جتانية سيئة. وبتبقى بستين وسبعين وتمانين. بجدة رهيبة. بولبيتزة طلعت معيها جمدة جدا وحلوة قوي. وياريت لعجبك الفيديو. ما تنسوش تضغطوا علامة سبسكرايب. اللي هي علامة اشتراك. واتفعلوا علامة الجرس. وتدوصوا لايك. وتضيفوا تعليق من تعلقاتكم جميلة. مع يوميات لارا العسولة. ومع الفي سلامة اشوفكم في وصفات جديدة.